مرحبا بكم عزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الثاني متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم هو اليونت الأول الدرس الخامس عنوان الدرس Problems مشاكل قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب فيج الفيسبوك الستاطة أحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني متوسط نبدأ بالدرس بكتاب الطالب مكتوبة على الصفحة يونت سوان لسن فايف اليونت الأول الدرس الخامس Problems مشاكل يقول لي look at a magazine problem page انظر إلى صفحة المشاكل في الجريدة أو المجلة اللي تحدثنا عنها سابقا عرفنا أن الأقسام الجريدة أو المجلة من ضمن هاي الأقسام هي صفحة المشاكل اللي عرضون بها الطلاب مشاكلهم يقول لي who has a problem من لديه هذه المشاكل أو هذه المشكلة what is it ما هي المشكلة explain it وضحها now read the page and answer the questions اقرأ هذا المقطع النصي وحاول تجاوف هاي الأسئلة اللي طرحناها عليك نبدأ بقراءة المقطع النصي يقول لي ask aunt sally اسأل العمة sally aunt sally answers your problems العمة sally تجيب على أسئلتك dear aunt sally عزيزتي العمة sally I am very very shy أنا جدا جدا خجولة هاي الكلمة كلش مهمة shy معناها خجول حاول تكتمو ذن الكلمات اللي راح نطلعها لأنها مهمة ورح تفيدنا شاء الله بكتاب النشاط كمعاني I have just arrived in a new school لقد وصلت للمدرسة الجديدة للتو and I am afraid to speak to the other students وأنا خائفة afraid همينا كلمة مهمة afraid معناها خائف وأنا خائفة من أن أتحدث إلى الطلاب الآخرين يعني هنا أنا طالب أو طالبة راحت أول نقلة المدرسة جديدة ومشكلتها اللي تعاني من أذهب في الوقت الحالي أنه ما تقدر تحكو يا الطلاب الآخرين لأنها خجولة أولا ولأنها خايفة تحكو يا الطلاب I cannot make new friends مدى أقدر أسوي صداقات جديدة مدى أقدر أصادق أي واحد بالمدرسة عندما يسألني المدرس أو المعلم يسألني سؤال إن كلاس في الصف I go red I go red معناها وجهي يحمر يصير وجهي أحمر من الخجل I stammer هذه الكلمة جدا جدا مهمة stammer معناها يتلعثم هاي حاولت تحفظون ذلك الكلمات I stammer أنا أتلعثم and can't say the answer even when I know it ولا يمكنني أن أجيب حتى وين كنت أعرف الإجابة The other students الطلاب الآخرين laugh at me يضحكون علي Can you help me هل يمكنك أن تساعديني هذا الطالب اللي كاتب هاي الرسالة أو هاي المشكلة اسمه جل وعمره 15 سنة هس قرأنا المشكلة نانا يقول لي Who has the problem من اللي أدى المشكلة عرفنا من خلال مقطع النص اللي قرأناه أنه صاحب المشكلة هو جل بعد What is it ما هي ما هي مشكلته مشكلته أنه shy أولا shy معناها خجول وستمر استمر معناها يتلعثم عندما يتحدث بعد explain it تحاول توضحها تحاول توضح مشكلته بشكل مفصل أكثر تقول He is very shy هو خجول جدا And is stammer when he talks ويتلعثم عندما يتحدث And couldn't answer the teacher when he asks him لا يستطيع أن يجيب على المدرس عندما يسأله Even if he knew the answer حتى وإن كان يعرف الإجابة هذا ما يخص الأسئلة الثلاثة والقطعة أو المقطع النص اللي قرأناه طلب من عندني أقرى النص وأجاب على هاي الأسئلة هاي الأسئلة شفوية بداخل الصف يسألها الأستاذ كتحضير يومي أما أستاذ مهمة بالامتحان لا أمني غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل لأسهر الصفحة هنا أنا يقول لها there gel جاوبته العم سالي جاوبته عزيزي جل الكثير من الناس خجولين لكنك يمكنك أن تتعلم لكي تصبح confident هاي الكلمة كذلك حاولت تأشروها كلمة جدا مهمة confident معناها واثق من نفسك واثق أو شخص واثق من نفسك يعني تقول لها أغلب الناس خجولين لكن لازم شوية شوية تتعلم على مدى تكون confident confident واثق don't hurry لا تتعجل it takes time الأمر يستغرق وقت يلا شوية تصير confident واثق من نفسك ويروح الخجل من عندك here are some tips هنا بعض الخطوات أو النصائح to help you لكي تساعدك هنا أنا رم طيت مجموعة من النصائح اللي ممكن تساعده على أنه يتخلص من هذا الخجل الزائد أو التلعثم أولا تقول لها before you go to school قبل أن تذهب إلى المدرسة say yourself قل لنفسك I will speak to somebody today سوف أتحدث إلى شخص ما اليوم يعني تقول لها قبل أن تروح المدرسة حاول تحكي بينك وبين نفسك أنه اليوم أنا لازم أحكي ويا شخص موجود في المدرسة على مدى شوية أكثر هذا الحاجز أو أقدر أتكون صداقات جديدة be friendly هاي كلمة جدا مهمة كن ودودا say hello قل مرحبا دائما ابدي بالسلام أو ابدي بالتحية to the other girls and smile إلى الفتيات الأخرى وابتسمي إذن هي تتحكي يا ابنية طالبة اللي كانت تعاني من هذه الخجل أو التلعثم قولي مرحبا دائما كوني لطيفة وقولي مرحبا إلى الطالبات الأخريات and smile وابتسمي to stop stammering لكي توقفي التلعثم قلنا استمر يتلعثم فعل هذا stammering التلعثم لكي توقفي التلعثم try this جربي هذا before you try to speak قبل أن تتحدثين count to five and think again about what you want to say أدي للخمسة قبل ما تبدين تحكين أحس بي من الواحد للخمسة and think again وفكري مرة أخرى about what you want to say عما تريدين قولة رابعا talk to your teacher تحدثي إلى معلمتك أو مدرستك ask her to give you a little time to answer يعني هنا تقولها احت شوية مدرستك أنت لما تسئلك أطلب من عندها أن تطيج وقت قليل أو وقت قصير على ما تتفكرين بالإجابة قبل ما تجاوبين وراها قالت لها good luck حظم طيبا aunt Sally هذا الكلام أو النصائح اللي قالتها العم سالي إذن بعد ما قرأنا النص كذلك هذا النصائح نشاط صفي لكن قبل ما ننتقل للفقرة التالية أريد أوضح شغلة هنا هنانا بالجملة الأولى تقولها before you go to school قبل أن تذهبي إلى المدرسة شوف هنا أنا حط لي شنو فارزة يعني هاي الجملة الأولى انتهت بدين جملة جديدة طلاب ملاحظة إذا الجملة بدت بفعل say معناها يقول فعل لكن لأن الجملة بدت بفعل هذا الفعل تلقائيا رح يصير فعل أمر فsay احنا معروفة قدنا say معناها يقول هنا أنا ش صارت صارت معناها قل أو قولي بعد ما افتهمت استاذ مثلا الجملة الثانية b شنو معنى b ما أخذيها سابقا معناها يكون لكن لأن بدت الجملة بالفعل هذا ال b أصبح فعل أمر فصار معناه كن بدلا من يكون كن بعد مثال آخر count count تعدي أو قومي بالعد فعل هذا احنا ما أخذيه سابقا معناها يعد يقوم بالعد بما أنه بدت الجملة بفعل لا هذا الفعل صار فعل أمر فهنانا تقول لها عدي قومي بالعد صار فعل أمر بعد talk معناها يتحدث بما أنه إجاب بداية الجملة إذن صار فعل أمر إذن صار معناه تحدث إذن هنا أنا ملاحظة الجمل الأمرية ركز وياي الجمل الأمرية تبدأ ب تبدأ بفعل إذن أنا مثلا المدرسي أمر الطلاب شي يقول لهم يقول لهم open your books افتحوا الكتب open معناها يفتح هذا فعل مضارع لكن لأن بدأ جملة بفعل open your books افتحوا كتابكم أصبح هذا الفعل اللي معناها يفتح أصبح فعل أمر صار معناه افتح open your books افتحوا كتبكم إذن تبدأ الجملة الأمرية بفعل استاذ بس فعل لا من الممكن يكون فعل أو من الممكن يكون don't don't معناها لا تفعل أو never استاذ شون يعني نطليني مثال على don't مثلا نقول لك don't play لا تلعب here لا تلعب هنا هاي أصبحت جملة أمرية بدأت بشنو بدأت ب don't نفسيتها أقدر أقول never play here أبدا لا تلعب هنا إذن الجملة الأمرية أما تبدأ بفعل مجرد فعل عادي إحنا ما أخذيه سابقا أو من الممكن أن تبدأ ب never أو don't هذه مجرد ملاحظة عابرة يعني ما مطلبة من عندك بالمتحان التحريري مجرد يوضح لي أن الجملة الأمرية تبدأ بفعل هذا ما يخص كتاب الطالب مجرد نشاط صفي يطلب من عندني أقرأ وأجاوب على هاي الأسئلة وراها هنا أنا مطيني ملاحظة بسيطة يقول لي what do you think of each piece of advice شنو رأيك أنت بكل نصيح حمطتها العم مسالي هاي الطالبة اللي تعانى من المشاكل هل هي جيدة جيدة جدا أو ليست جيدة على الأطلاع فأكيد هي هذه النصائح كلها جيدة كانت فمن الممكن أقول أم ما جود أو أقول very very good هذا ما يخص كتاب الطالب ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين رقم واحد هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري شنو هذا أستاذ ناني يقول لي read both letters اقرأ هاي الرسالتين الرسالة دزتها الطالبة للعم مسالي والرسالة دزتها العم مسالي للطالبة and find the following وجد هذه الكلمات شوف هنا يقول لي أكو كلمة word معناها كلمة meaning تعني speak with difficulty speak with difficulty معناها التحدث بصعوبة شنو الكلمة اللي صادفتنا بالقطعتين معناها التحدث بصعوبة أخذنا كلمة استمر شنو معناها استمر استمر معناها يتلعثم إذن الكلمة المناسبة لهذه الجملة هي كلمة استمر زياني يقول لي أكو كلمة ثانية word meaning تعني كلمة تعني the opposite of shy عكس shy أول شي شنو معناها shy shy معناها خجول شنو عكس الخجول الشخص الخجول شنو اللي عكسه عكسه واثق من نفسه فأخذنا كلمة confident confident معناها واثق قبل شي قلت لكم احفظوا معنا ذلك كلمات لأن راح تفيدنا هذا التمرين الذي راح تفيدنا به a word meaning frightened فالكلمة تعني مرعوب شنو الكلمة اللي أخذناها بالقطعة تعني مرعوب ذكرة الطالبة أنه هي دائما تكون خائفة عندما تتحدث من الطلاب خائفة مرعوبة شنو الكلمة اللي كانت تعبر عنها كلمة afraid شنو معناها afraid خائف what to say to be friendly ما الذي تقوله لكي تكون ودود أنا شلون أبين للأشخاص اللي ألتقي بهم أني عاني ودود أني أبدي بالسلام أو أبدي بالتحية فالكلمة اللي تبين أنه عاني ودود هي كلمة hello أو ما الذي نقوله لكي نبدو ودودين نقول كلمة hello هذا ما يخص تمرين رقم واحد هذا التمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري من الممكن يجيني على شكل سؤال ام لا يعني نفس ما هو يجيني يقول لي أكو كلمة تعني to speak to difficulty تحدث بصعوبة لازم تنطي الكلمة أو من الممكن أن يجيك على شكل إسقاطات إذا إسقاطات يكون أسهل لأن تأدك الكلمة قدامك مجرد سقطها بالفراغ المناسب أما إذا جاء سؤال ام لا لازم أني حافظ املاء الكلمة وأجاوب من خلالها هذا ما يخص تمرين رقم واحد حاولوا تكتبون الأجوبة وتكتبون علي مهم جدا لأن رح يفيدك بامتحان الشهر الأول أما تمرين رقم اثنين read the pieces of advice اقرأ النصائح هذن منطين ثلاث نصائح is it good or bad advice اتب رأيك هذي النصائح جيدة لو سيئة خلنا نجي نشوف أولا شي يقول لي يقول لي make sure you never make eye contact تأكد من أنه أنت أبدا ما تسوي تواصل بصري ويباوع على عيونك هذا الاي كونتاكت أو التواصل البصري يعزز الثقة فهنان يقول لك أنت لسه وتواصل بصري هذه النصيحة جيدة أكيد غير جيدة خلي عليها خطأ بعد always look unfriendly يقول لك دائما أظهر نفسك على أنك unfriendly غير ودود هذه نصيحة جيدة أكيد لا لازم أنه نبدو ودودين عكس unfriendly هي friendly إذن unfriendly خاطئ wait for the other people to say hello first يقول لك انتظر للناس الآخرين للأشخاص الآخرين أن يقولوا مرحبا خب آني ليش انتظر الشخص يقول لي مرحبا خب آني أقول مرحبا على موضى أكون ودود على موضى أبدو بالتحية أو السلام إذن هذا النصائح ثلاثة نصائح غير جيدة سيئة زين عرفنا عرفنا أن النصائح ذني سيئة هنا أنا شي يقول لي وراها يقول لي can you make the advice better هو عرف أنه أنت ما مقتنع بهذه النصائح فيقول لك تقدر تسوي ذن النصائح أفضل بما أنه أنت ما مقتنع بهن نصائح غير جيدة سيئة تقدر تسويهن نفسية لكن نصائح جيدة نعم هنا هنا بالنصيحة الأولى يقول لي أبدا لا تنظر في عين الشخص الذي يتحدث معه لا تسوي تواصل بصري فهذا النصيحة غير جيدة شونا سويها جيدة مجرد أشيال النفر شو رح تصير تصير make sure تأكد you make من أنك تعمل eye contact eye contact معناها تواصل بصري يعني أنت لازم تباوع بعين الشخص الذي تحكيوه أستاذ لماذا تريد أن نباوع بعين الشخص الذي أحكيوه لأن هذه من الأشياء التي تعزز ثقتك بنفسك تكون واثق أثناء الكلام ثانيا always look unfriendly دائما أبدو غير ودود لازم يكون عليك غير ودود لازم يبين عليك أنك غير ودود إيش لون أسوي هذه النصيحة جيدة مجرد أشيء للأن فصير friendly always دائما look أبدو أو خلي يبين عليك friendly لا دائما أبدو عليك أو خلي يبين عليك أنك friendly ودود بعد wait for the other people انتظر للناس الآخرين to say hello first أن يقولوا مرحبا أولا يعني أني لازم أنتظر لأشخاص يقولوا لي مرحبا يبدون بالتحية خب ليش ما أنا أبدو بالتحية فاش أقول أقول كمثال always دائما say hello first دائما قول مرحبا أولا حاول تبدو بالتحية أو السلام هذا ما يخص تمرين رقم اثنين هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي مجرد ينطيني نصائح ويقول لي شنو رأيك بهاي النصائح جيدة أو غير جيدة إذا كانت غير جيدة حاول تسويها بشكل جيد ننتقل إلى تمرين رقم اثن لكات the grammar box انظر إلى the grammar box إلى صندوق القواعد write for examples اكتب أربع جمل using very very to describe how you feel باستخدام very very to describe how you feel لكي تصف ما تشعر فيه or something you can see أو شيء ترى شوف هنا أنا شي يقول لي يقول لي جيل اللي أخذنا المقطع النص الخاص بيها ببداية الدرس اش قالت قالت I am very very shy shy معناها خجول وقبلها very very جدا جدا خجولة ليش قالت very very هنا أنا دا يوضح لي يقول لك you can use very very زائد adjective يمكنك أن تستخدم very وvery يا الله الصفة الشاي خجول هاي صفة to emphasize something على مو تتوضح أو تركز على فد الصفة معينة يعني I am very very tired tired معناها تعبان very very tired جدا 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 تعبان على مو تتوضح أنه هذا الشيء كلش مركز عندك she is very very tall هي جدا جدا طويلة هذا ما يخص الملاحظة القواعدية لمنطنياها السالة هذي مهمة؟ لا إن أنا مجرد شي يقول لك يقول لك حاول أنت تكتب لي جمل باستخدام very very كمثال أقول I am very very clever أنا شاطر جدا جدا clever شاطر شاستخدمت وياها very very خليت اثنين very وراها انطيت الصفة اللي طلبها من عندي فأنا جدا جدا شاطر شفت واحد جدا جدا ذكي أقول he is very very smart هو جدا جدا ذكي دع أوضح أنه ذكاء جدا قوي بعد شفت شخص رياضي يعني جيد في الرياضة أقول he is very very sporty هو جدا جدا رياضي جيد في الرياضة بعد أقدر أقول he is very very good هو جدا جدا جيد at English هو جدا جدا جيد في مادة اللغة الإنجليزية إذن مثل ما أطلب من عندي أن أستخدم very very زاعد صفة للتعبير أو لوصف شخص معين من حيث الصفة المعلته ساد هذا مهم كذلك هذه مجرد ملاحظة أريد أوضح لي أن أستخدم very very زاعد صفة أنا أريد أن أركز على هذه الصفة ننتقل للتمرين الآخر هنا أنا منطيني punctuation punctuation بكل مرحلة نأخذه هو التنقيط speech marks وعلامات التحدث when we report what people asked or said عندما نقرر ما قاله الناس ما قاله الناس أو ما سأله الناس we have to use speech marks لازم نستخدم علامات الترقيم أو علامات التحدث مايك سات شوفوا هنا ركزوا يا طلاب نحن سابقا متعودين بمراحل سابقة أن كل سنة نأخذ التنقيط لكن هالمرة انضافت فاتفقرة كلش جديدة وكلش مهمة ودائما تجيكم بالامتحان بالثاني المتوسط أولا هنا يقول لي مايك سات قال مايك I am a good photographer مايك اش قال؟ قال آني مصور جيد شوف لما شخص يتحدث أو يقول عن نفسه أو عن شخص آخر شيء الكلام اللي يقوله لازم نخليه بين الكوتيشن ماركس نسميهن الكوتيشن ماركس اللي هنه أقواس الاقتباس هذن الثنين اللي شفتوهن هذن نسميهن أقواس الاقتباس لما شخص يتحدث يقول فاتقول معين القول اللي قاله لازم أخليه بين أقواس الاقتباس هاي تعتبر من علامات التنقيط أو شوف هنا أنا شي يقول لي يقول لي قال مايك وهذا القول ما لسه من الممكن أن يسويها بطريقة ثانية يقول لي أول شيء القول يذكر لي القول هذا القول اللي قال مايك وراها يقول مايك سات قال مايك هذا القول أو قال مايك هذا القول يعني بالبداية يقول مايك سات ويذكر القول مالته أو يذكر القول مالته وبعدين يقول هذا القول من هو اللي قاله قال مايك ركز ويايا هنا أنا دي وضح لي علامات التنقيط اللي راح نشرحها إن شاء الله بشكل مفصل في هذا الدرس هو الشيء نرجع من البداية شنه العلامات التنقيط اللي أخذناها هنا بمراحل سابقة راح نراجع الملاحظات السابقة ونكمل الملاحظات اللي إضافوها بمنهج الثاني المتوسط تعرفنا في مراحل سابقة عن كيفية تنقيط الجمل وهنا سوف نقوم بمراجعتها والتطرق إلى الأشياء الجديدة التي يضيفت في الثاني المتوسط وكما في التالي مثل ما وضحنا أول شيء نأخذ السابق اللي أخذناها بسادس التدائي أو المتوسط وراها نتعرف على الشغلات الجديدة كالعادة هناك خمس خطوات لحل سؤال التنقيط أولا متى نضع الحرف الأول كبير من الجملة أو من الكلمة يعني مثلا بداية الجملة دائما يكتب الحرف الأول منها كبيرا أغلبكم تعرفون هاي ملاحظات اللي راح نطرق لها بعد النقطة يكتب الحرف الأول كبير يعني مثلا ننطاني الجملة قال لي علي and I went to بصرة last Thursday شي يقول لي؟ يقول لي لقط لي إياها هنا أنا حسب الملاحظات شو نكتب؟ البداية الجملة يكتب الحرف الأول منها كبير إذن علي أول حرف من عنده لازم أسوي capital بعد النقطة يكتب الحرف الأول كبير أكو نقطة استاذ؟ لا استاذ ما أكو نقطة إذن نعبر علي بعدها وراها شي يقول؟ يقول أسماء الأشخاص يكتب الحرف الأول منها كبير أكو اسم شخص؟ نعم استاذ اسم علي علي أصلا هو سونا كبير لأن أولا بداية الجملة ثانيا هنا لأن صار اسم بعد أسماء الدول والجنسيات والمدن والعواصم يكتب الحرف الأول منها كبير أكو اسم دولة مثلا فرانس جابان إراك لا استاذ ماكو عواصم مثلا بغداد كايرو لا استاذ ماكو والمدن أكو مدينة؟ نعم استاذ لقيت كلمة بصرة بصرة هي من المدن أخذ الحرف الأول منها كبير بعد نقطة الخامسة أيام الأسبوع وأشهر السنة ويكتب الحرف الأول منها كبير أيام الأسبوع سبعة أيام عندنا نعم استاذ لقيت الحرف الأول منها يكتب كبير تشوفون أنا لحد الآن بنقض ثلاث كلمات كلمة ثيرز داي وبصرة وعلي بعد سادسا حرف الآي إذا جاء وحيدا شوف هنا شن يعني إذا جاء وحيدا يعني مو بداخل كلمة لسه هنا كلمة علي بها آي هاي بداخل كلمة لازم يجي وحدة كضمير فهنان إذا يجي وحدة كضمير لازم أكتب بالحرف الكبير لسه هنا لحد الآن بنقض أربع كلمات بعد كلمتين يسونو يكتب الحرف الأول منها كبيرا أينما وجدت في الجملة وينما ألقى يسونو بدايتها بالنصب النهاية أكتب الحرف الأول منها كبير خلصنا الفقرة الأولى اللي هي شنية اللي هي متى نضع الحرف الأول من الجملة كبير بعد اللي بعدها استاذ يعني إذا هاي الجملة انتهت انتهت تنقض مالتها لا بعد أكون لازم أخلي نقطة أخلي علامة سؤال علامة تعجب ما نعرف احنا لحد الآن الفقرة الأولى كلها سونا لها كملناها اللي هي الحروف الكبيرة من الجملة خلناها كبير اللي بعدها ننتقل ثانيا متى نضع فارسة الاختصار هاي جديدة ركزوا ويايا نضع فارسة الاختصار عند الاختصارات التالية طلاب قبل ما يبدأ استعرض الكلمات المختصرة جاب لي بالامتحان هي كمثال can't swim هي جاب ليها بالامتحان وقال لي نقط لياها كلمة can't كلمة مختصرة اختصار مع شنو؟ اختصار مع ال can زائدا not هو مختصر لياها لكن ما حاط فارسة الاختصار شو مطلوب من عندي؟ مطلوب من عندي أني أخلي فارسة الاختصار اللي هي هنانة فصير can't هاي هم عليها درجة أنتبهولها إذن يجب أن نضع فارسة الاختصار زينستاذ وإذا جاب لي جملة كمثال he can not swim أنني مطلوب من عندي أني أختصر؟ لا هو إذا مختصر الكياهة وما حاط فارسة الاختصار أنت تخلي فارسة الاختصار أما إذا ما مختصرها التشك بعد تختصرها ما يحتاج تختصرها التشغلتك فقط إذا ما حاط فارسة الاختصار تختصرها فهنانا نضع فارسة الاختصار عند الاختصارات التالية إحنا ما أخذيهن الخامس البتدائي والسادس والأول متوسط الاختصارات مع الكلمات he is مختصر مع he is, she is, it is, I am, they are, we are, you are إلى آخره شوف هناك هو بالامتحان شو رح يجيب ليها؟ رح يجيب لي هاي الكلمة بدون فارسة الاختصار أنت شن شغلتك؟ شغلتك أن تخلي فارسة الاختصار لأن عليها درجة فحاولوا تحفظون مكان أو ذن الاختصارات ومكان فارسة الاختصار بكل كلمة من هذه الكلمات لأنه ممكن تجيك واحدة من عندها ما بها فارسة الاختصار وأنت لازم مطلوب من عندك أنك تخليها ننتقل إلى الفقرة اللي بعدها متى نضع علامة السؤال استعدها السآل جيت كملت الجملة كلها الحروف الكبيرة سويتها الحرف الصغير فارسة الاختصار كلهم كملتهم بالأخير شن سوي؟ بالأخير لازم تخلي أما نقطة أو علامة سؤال ها يرقزوا لي عليها كلش هس السؤال شي يقول يقول متى نضع علامة السؤال نضع علامة السؤال بحالتين إذا بدأت الجملة بأداة سؤال اللي هي ال-W-S شن أدوات السؤال ال-W-T ال-W-E-R ال-W-E-N ال-W-E-L-H-U-L-H-O ال-آخر أباوع على بداية الجملة إذا لقيت كمثال نضع شنو؟ نضع علامة الاستفهام في نهاية الجملة نضع علامة الاستفهام في مهاية الجملة بعد بس هي تستاذ بس إذا بدأت بداية السؤال لا إذا بدأت بفعل مساعد نضع علامة الاستفهام بشرط ركزوا إياها بشرط قبل ال-YES وال-NOM يعني هنا أنا شون أستاذ مثلا قل لك كمثال إز هي طول يس هي إز هي جابلة بالامتحان ركزوا إياها على هذا المثال لأن يرى لتركيز شوية شي يقول لي يقول لي نقطة الجملة أنا أبدأ أن أقض ال-I capital ليش لبداية الجملة إلي هي ما بيها شي الطول ما بيها شي ال-YES كلمتين يس ونو لازم الحرف الأول من أدها capital هي ما بيها شي إز ما بيها شي خلص استاذ تنقيد بعدين شا تسوي لازم تخلي أما نقطة أو علامة السؤال الملاحظة شا تقول تقول إذا بدأت الجملة بفعل مساعد تعرفوني رفع المساعدة طلا إذا بدأت الجملة هذه الجملة بدايتها بدأت بفعل مساعد نضع علامة الاستفهام لكن ننتبه قبل ال-YES وال-NO هذه ال-YES أخلي علامة الاستفهام نانا أركزوا إياها مو أخليها بنهاية الجملة زين استاذ بالله ما لقيت ما لقيت لا-YES ولا-NO نانا ذا ما لقيت لا-YES ولا-NO هي أصلا تلقائيا رح أصير علامة الاستفهام في نهاية الجملة إذن نضع علامة الاستفهام قبل اليسون إذا بدأت الجملة بفعل مساعد شن الأفعال المساعد أستاذ هذن الأفعال المساعد أحاولوا تحفظون لأن تفيدكم كل المواضيع تقريبا بالأزمنة بالتنقيط بتحويل الجملة إلى منفية استفهامية إلى آخره الآن ننتقل إلى الفقرة الرابعة متى نضع النقطة إذن أستاذ أعرفت شوك تخلي علامة الاستفهام شوك تخلي النقطة أكيد تخلي النقطة إذا ما بدأت لا بأداة سؤال إذا ما بدأت الجملة لا بأداة سؤال ولا بفعل مساعد إذا لم تبدأت الجملة بأداة سؤال أو بفعل مساعد نضع النقطة في نهاية الجملة كمثال We went to the park ركزوا إياها أجي نفس الطريقة الحرف الأول capital went ما بها شي to ما بها شي there ما بها شي park ما بها شي خلصت الجملة أردخلي نقطة علامة السؤال بدأت بأداة السؤال لا بدأت فعل مساعد لا إذا ما بدأت لا بأداة السؤال ولا فعل مساعد شو نخلي خلي نقطة النقطة ترعليها درجة بسؤال التنقيد زينا سعرفنا شوف تنخلي النقطة وراها النقطة الخامسة اللي هي الجديدة بهاي المرحلة فركزوا إياها لأن جدا جدا مهمة وأغلب الجملة اللي راح تجيكم بالامتحان التحريري حول النقطة الخامسة متى نضع أقواس الاقتباس شوف هنا الملاحظة شو تقول تقول نضع أقواس الاقتباس عندما نجد في الجملة كلام أو سؤال ما نقول من شخص أعير نضع أقواس الاقتباس شنو هنا أقواس الاقتباس هذه الفارستين العلويات شو تخليهن عندما نجد في الجملة كلام أو سؤال ما نقول من شخص ما افتهمت استاذ شون يعني يعني كمثال أقول علي قال علي هي طبعا رح يجيب لي الجملة ما بيها قواس اقتباس يبدأ يقول الكلام اللي قال he won the prize ركزوا إيايا هس هذا الكلام اللي قال علي يا هو الكلام اللي قال علي من نانا he won the prize علي قال قال he won the prize هذا الكلام اللي قال علي لازم أوضعه تحت أقواس الاقتباس لازم أخليه لأقواس اقتباس ركزوا إيايا هاي أقواس الاقتباس عليها ثلاثة أربع درجات بسؤال التنقيط بالامتحان التحريري بعد من الممكن أنه يقول الكلام وبعدين يقول هذا الكلام قال علي يعني مثلا he won the prize هو فاز بالجائزة وراها شي يقول يقول علي قال علي وين الكلام اللي قال علي he won the prize فهي won the prize هو الكلام اللي قال علي الكلام اللي قال علي أخليه تحت أقواس الاقتباس أو بين أقواس الاقتباس زين استادانا شلون أعرفها أعرفها إذا لقيت كلمة asked سألة replied أجابة answered كذلك ما نهاها أجابة و said قالة نانا قليت قال علي أو من الممكن يقول علي asked علي سأل أو علي answered علي جاوب أو علي replied علي رد إلى آخره فهنانا شن القاعدة ركزوا إياي على القاعدة شوية نمود تحفظ الفكرة مالتها فاعل said علي قال أو فاعل answered علي أجاب أو فاعل replied علي رد وراها ذن العبارات تلقى الجملة هاية الجملة لازم أخليها تحت أقواس الاقتباس أو من الممكن أقول فاعل asked الفاعل سأل ورا فاعل asked تلقى جملة لازم هذه الجملة تخليها تحت أقواس الاقتباس أضرب لكم مثال كمثال أقول علي answered علي أجاب he is happy هو سعيد ركزوا إياي الملاحظة اللي طانية هاية ساتة طهش قالت قالت إذا لقيت فاعلوا answered فاعلوا answered أو فاعلوا said أو فاعلوا replied ركزوا إياي هذن يجي وراها جملة هاية الجملة لازم أخليها تحت أقواس الاقتباس هحصلت الدرجة انتهت بعد أكو شغلة ثانية إذا كانت فاعلوا said أو فاعلوا answered أو فاعلوا replied فاعلوا answered وفاعل replied وفاعل وased هذن العبارات الثلاثة لازم بنهاية الجملة اللي قالها هذا الشخص أخلي شنو ركزوا إياي على هاي الملاحظة جدا مهمة أخلي نقطة يا الله أخلي أقواس الاقتباس ليش أستاذ لأن هذا الكلام اللي قاله عبارة عن جملة مثبتة أستاذ شلون أعرفت أنه جملة مثبتة أولا لأن بدأت بفاعل ما بدأت لا فعل مساعد ولا بعدها السؤال ثانيا هو داي يقول لي علي أجابة علي ردة علي قالة هذن الكلمات هذن الكلمات تستخدم مع الجملة المثبتة زين نستاذش وقت تستخدم مع الجملة المنفية إذا قال علي asked علي سألة خب هنا أنا بما أن نسأل إذن الكلام اللي قاله عبارة عن سؤال خلنا أخذ مثال على هذا كمثال قال لي علي asked علي سألة ماذا قال قال what are you doing هذن جاب لي آها بالامتحان قال لي يلا نقط لي شلون تنقطها أولا فاعل said asked شوف هنا أنا الملاحظة شو تقول تقول فاعل said asked الجملة اللي بعدها لازم أخليها بين أقواس اقتباس أولا ثانيا لازم تكون بنهايتها شنو ركزوا يا لازم تكون بنهايتها علامة سؤال شنو دليل لك استاذ دليلي بدت بعدات سؤال what هي بعدات سؤال فخليت أقواس الاقتباس وخليت بنهايتها علامة سؤال واستاذ باقي التنقيط باقي التنقيط تنقط مثل ما هو مثل ما أخذنا بالملاحظات السابقة يعني مثلا إذا لقيت هنا أنا اسم تخليه كبير إذا لقيت اسم مدينة اسم نهر اسم يوم من أيام الأسبوع شهر من أشر السنة محافظة إلى آخر لازم نتخليه كبير إذا لقيت آ يس نو إلى آخر تخليه كابتال لكن اليوم الشغلة جديدة تتعلمناها لازم نتخليها فوارز الاقتصار بعد شغلة قبل ما ننتقل للتمرين من الممكن أنه هذه علي آسكت أو علي آنسر أو علي سيد تكون بعد الجملة بعد الجملة اللي قالها بنفس الطريقة كمثال ناخذ نفس المثال لكن نعيدها بالصيغة هذه الجديدة إيش قال لي قال لي What are you doing ماذا تفعل علي آسكت علي سأل وين السؤال مال علي نحن نركز ويايا السؤال مال علي سبقة يعني القول مال علي هو هذا علي سألني قال لي What are you doing ماذا تفعل فالجملة اللي قالها علي سبقة الكلام فلازم أخلي الجملة اللي قبل علي تحت أقواس الاقتباس ونلهاية علامة السؤال إلى آخره إذن هذه الملاحظات الخاصة بالتنقيق أخذنا الملاحظات الجديدة مع الثاني متوسط الآن ننتقل إلى التمرين المتعلق به هذا التمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري ركزوا وياي طلاب لأن هي أحد هذه الجمل تجيكم بسؤال التنقيق يقول لي now write the question and answer with the correct punctuation الآن أكتب الجمل أسئلة بالتنقيق الصحية ركزوا وياي هنا يقول لي هل أنت قادم إلى الشاطئ أخويا سأل أرى أين السؤال السؤال ما لأخوه اللي ببداية الجملة are you coming to the beach هل أنت قادم إلى الشاطئ my brother asked إذن هاي الجملة اللي قالها أخويا أخليها تحت أقواس الاقتباس خليها تفارس الاقتباس أو قوس الاقتباس وأبدأ أن أقط بيها بداية الجملة لازم شنو لازم حرف كبير أخلي are you بيها شي لا ما بيها شي coming بيها شي لا ما بيها شي بعد to بيها شي لا the ما بيها شي البيتش ما بيها شي ما خليها الحرف الأول منها كبير والأخير شنو بالأخير نقطة له علامة السؤال هو سألني لو أقلي ask تسألني إذن بالأخير أخلي علامة السؤال وسد قوس الاقتباس شوفوا هنا لحد الآن قوس اقتباس قوس اقتباس وعلامة سؤال وركزوا يا أستاذ خليت أكد ليش خليت علامة السؤال لأن بدأت الجملة بشنو بفعل مساعد وراها my brother asked وبعدين أنزل my brother asked my brother asked هايا ركزوا يا أيا هايا الجملة جملة ثانية لازم كذلك أما أخلي لها نقطة أو علامة السؤال أنا سأل لك شو تخليها نقطة لعلامة السؤال أسأل نفسي بدأت تبعدها السؤال لا بدأت تفعل مساعد لا ما هي كلمة لا هي أداة السؤال ولا فعل مساعد أغمير تملك إذا شو تخلي بنهاية الجملة نقطة هذا نقطة الأولى نقطة الثانية يقول لي I answered أنا جاوبت فعلوا كلمة I have to write an article شوف هذا الجواب اللي جاوبت آني الجواب اللي جاوبت آني لازم أخليه تحت أقواس الاقتباس أجي أقول I I answered أنا جاوبت أنا جاوبت أبدأ أفتح قوس اقتباس I هي أصلا capital have to write أني كلهم ما بيهن شيء على مدى أسويهم الحرف الأول من هذا الكبير an article وبالأخير شو تخلي أخلي نقطة أستاذ لماذا تخلي نقطة لأنني أنا آني جاوبت مو آني سألت والذاني الجملة اللي قلتها آني ما بدأت لا بدأت سؤال ولا فعل مساعد وبالأخير شنو أفسد قوس الاقتباس نقطة وتسد قوس الاقتباس بعد what is the article about he asked هو سأل وين السؤال ما لت هذا السؤال ما لت إذن السؤال ما لت أخليه تحت أقواس الاقتباس تحت قوس الاقتباس ال-w أخليها كابتل لماذا لتجملة what is the article about وبعد أخلي نقطة لعلامة السؤال بما أنه هو سأل إذن أخلي علامة السؤال أستاذ أقواس الاقتباس وأنزل he asked زياني الجملة الثانية مال he asked أخليه في نهاية نقطة لعلامة السؤال أخليه في نهاية نقطة ليش لأن بدأت بهي لا هي أداة السؤال ولا هي في المساعد it is about yesterday's football match I said it's for the magazine ركزوا ياي على هاي الجملة نانا اش قال قال آني قلت أوقف استاذ هاي الجملة آني قلت ش رح تقول رح تقول هذا القول اللي قاله لو هذا القول اللي قاله ركزوا ياي اثنينات هن هو قالهن اش قال قال it's about yesterday's football match أولاً وبعدين نكمل القول مالته it's for the magazine يعني القول ين هو قالهن زياني هنا شون رح نتعاملوا إياها الجملة الأولى أخلي لها قواس اقتباس والجملة الثانية أخلي لها قواس اقتباس افتح قواس اقتباس أنا زياني الجملة الأولى الآي لازم نصير capital it's أوقف استاذ ال it's مختصار نعم فأخلي فارسة الاختصار اختصار ما شنو ما ال it is it's about إنها عن ال yesterday's ركزوا ياي هنا yesterday's football match ركزوا ياي هنا يا طلاب كلمة yesterday's بيها s هذا ال s شنو s التملك s التملك مع كلمة yesterday مفردة لو جمع مفردة أخذنا بالدرس الأول من اليونت الأول إنه إذا كلمة تحمل s التملك وكانت هذه الكلمة مفردة فالفارسة وين تصير فارسة الاختصار الصير قبل ال s yesterday's football match ركزوا ياي انتهى القول الأول أشد قواس اقتباس أنزل i said أنا قلت الجملة الثانية اللي قال همي نفتح لها قوس اقتباس it's i capital والفارسة وان الاختصار for the magazine مجازين اللي هي المجلة والأخير نقطة وتسد قوس الاقتباس بس الجملة الأولى نسينا نخلي شنو نخلي نقطة بنهاية قوس الاقتباس لأنه قال بما أنه قال فالنهايتها نقطة وليست علامة السؤال فالجملة الأولى أخلي لها شنو فأقواس اقتباس ونقطة وخلي الحرف الأول منها كبير وفارس الاختصار و الجملة الثانية خلي أقواس الاختباس بنهاية نقطة ولا تنسون فارسة الاختصار اللي شرحناها مع التنقيض he asked can I read it نفس الشيء قال لي he اللي هي الفاعل و asked وراها هذا القول اللي قاله القول اللي قاله أخلي تحت أقواس اقتباس ونزل الجملة كاملة he الحرف الأولى أكيد capital asked هو سأل سأل فأفتح أقواس الاقتباس can I read it شيد خلي نقطة لعلامة السؤال سأل علامة السؤال ليش لأن قال لي asked سأل وبدأ تفعل مساعد إذا أخلي علامة السؤال و أصدق أقواس الاقتباس can I read it maybe when you get back from the beach I said ربما عندما تعود من الشاطئ قلت عنش قلت هذا القول اللي قلته maybe when you are when you get back from the beach أجي هذا القول أخلي تحت أقواس الاقتباس إذا نفتح أقواس الاقتباس الحرف الأول capital maybe when you get back from from the beach هذا اللي كلهن شنوى ما بيهن شي بعدش أخلي أخلي نقطة ليش لأن جملة قال لي I said أنا قلت ما سأل إذا هي نقطة وبدأ لا بدأت فعل المساعد ولا بدأت فعل السؤال و أصدق أقواس الاقتباس و أقول I said أنا قلت و أخلي نقطة هذا ما يخص تمرين رقم أربعة تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري حاولوا تكتبون ذن الملاحظات اللي كتبناها الخاصة بالتنقيض بالدفتر وتنقلون الأجوبة وتحفظون الأجوبة حفظ لأن مهمات جدا بالامتحان التحريري يعني هاي مليون بالمية واحد من ذن الجمل رح تجيك بسؤال التنقيض بالامتحان الشهر الأول لذلك حاولوا تحفظوهن وتكتبوهن بالدفتر لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري حاليا قالوا أنه درسنا هذا اليوم وكانت لديها تنقيض وكل طولات شخصuje لطولات شخص extra لا يكونwe the فتاءة المدرسة ت火星流 نعتبر الكلمات الأشهر وكمت Natürlich أتMIES طولات استثبت yepy او من الممكنين يجينا على شكل ام لا تعرفنا على الكلمات اللي خاصة بي تعرفنا شون يجينا بالامتحان شون يجاوب عنا خذنا التنقيط خذنا التمرين المتعلق بالتنقيط حاولوا تكتبون هاي الملاحظات بالدفتر لانها مهمة جدا بالامتحان التحرير ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او اضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوا معي على حسابات الموجودة منكم على الشاشة